واعتمدت أيضا وزارة البيئة والمياه وزراعة ضوابط العامة لإقامة مزادات الإبل الموقعة خارج أسواق النفع العام وبحسب الصحيفة الرسمية تتولى الوزارة أو من تفوضه تحديد المواقع المناسبة لإقامة الأسواق الموسمية والدائمة لتداول وبيع أنواع الثروات الحيوانية ويمنع أي نوع من أنواع الإبل التي لم تستوفى من قبل أصحابها شروط وبرامج التحصينات كما تحضر الوزارة التداول في غير الأماكن المرخصة مع التقيد بضوابط للموقع ومتطلبات إقامة الأسواق الموسمية والمزادات